السلام عليكم زيكو حبيب. النهاردة ان شاء الله ان كان لان عمر هنبتدي مع 5. اه سنسيشن. تمام? سنسيشن ان شاء الله ان كان لان عمر هنخلصه 5 لسون زيان. تمام? اه الاول هناخد البلانت. هيبقى هيفضل حتة كده مع من البلانت. تمام? عشان ما نطولش عليكم قوي. هناخدها مع البريق مع النيرف السيستم يعني. لانها حتة صغيرة بس ايه? هتطول الحسة قوي عليكم. وفي ناس ادايت لما خدناه. فتعال مع بعض ناخد اللي هناخده اول حاجة. يعنيه سنسيشن? ده في كل وبيرتقي فيه البلانت بيكون اقل بكتير من الانيمال. سنسيشن في البلانت اكتر من الانيمال. اقل من الانيمال. وكل ما ترتقي من كه اللي كان يعني الهاير فيرتبرا عندها سنسيشن اعلى من اللي هو الفرتبرا. والفرتبرا بصفة عامة اعلى من الانفرتبريات. والماميليا اعلى من الافس اللي هي الطيور. والطيور اعلى من الفيش. يعني كل ما تعلى كل ما السنسيشن اعلى. اول بلانت هناخده يا اولاد اسمه بلانت الميموزة. وبيقوله على بلانت الميموزة باللغة العربية نباتة المستحية. لانك اول ما حضرتك بتعمله تاتش بيبتدي دروب. دروب يعني يتدلدل كده. الاول بينزل يعني بيكون عامل كده اولاد. تمام? وبعد كده يبتدي ينزل وينزل الليفز بتاعته. تمام? اه اتس بيتيول اللي مش عارف يعني بيتيول دي اسمها بيتيول يا اولاد. دي اسمها بيتيول او عنق الورقة. يبقى يبقى بتتدل كده. خلاص? طيب. وكأنها جفت. ده زي ما تقول نوع من الكيموفلاج يا اولاد. نوع من الكيموفلاج عشان يدي ايحاء للحشرات والحيانات اللي بتاكلها انها ضعيفة او ميتة. لان على الفكر الحشرات والحيوانات ما بتاكلش الورق الميت. تمام? لانه بيكون طبعا ناشف. فبيكون مية فيها اقل. ممكن يعمل لها مغس او حاجة زي كده. فهي ما بتاكلش الورق الشجر ميت. فهي بتغدع الحيوانات. لكن انا مش بتكسف والحاجة. اصلا الشجر مش كانت لابسة هدومه على عيدها. انا مش بتكسف يعني. طيب. يعني اول واحدة انا لمست دي. دي تقوم نازلة. بعد شوية دي تقوم نازلة. والاربعة اللي قدامها يقوم نازلين. بس دي اللي بتنزل الاول. اللي انا لمستها الاول. وبتن الاحساس ده. ليه? البيتيول اللي جنبها. يعني دي نزلت. ثم بدي نازلة بعدها. يعني دي نزلت هي. خلاص? ثم بدي بعد شوية ودي ينزلوا. وده بيحصل في كل الليفلت. طيب. امتى بيستجيب لده? ده بيستجيب له. اه لحاقتين. النزول ده. لما اعمل تتش. واثناء الليل. اه نايت. يبقى دروب از اتويلتد. دروب از اتويلتد. تتدلى. وكأنها جافت. امتى? في موقفين. when we touch or during night. اثناء الليل. بتعمل ده اثناء الليل. بتلفل تهانج داون وارز. تمام? انزل ابر سورفس. اكنها في وضع النوم. اهي. بص اكنها في وضع النوم. اه بيكون من اي اولاد? اه دي. دي كده. دي كده اسمها البتجول. دي كلها اسمها البتجول. البداية بتاعتها اسمها بلفيني. بلفيني. وفي ناس بتقولها بلفناي صح. بلفيني. بيبقى انتفاخ مليان وطر. بلفيني. راكس. بلفيني راكس. بلفيني راكس. ده الاكبر. فبتسميه برايماري بلفيني. وده برايماري راكس. وده طالع منه اربع بلفيني. فبتسميه بسكندر بلفيني. وكل بلفيني طالع منه راكس كمان. تمام? طيب. والراكس طالع منه تو رو. كل رو في لفلت. بنقوله عليها لفلت عشان هي اصغر من اللي. يعني ده طالع منه كان بقى لفلت سكستين. اربع من هنا واربع من هنا واربع من هنا واربع من هنا واربع من راكس. وكل سكندر راكس طالع منه تو رو. صفين. والرو الواحد فيه تو ليفز. فيبقت كده فور. وهنا في زيون فور بس مش مرسومة. في هنا فور وفي هنا فور. يبقى سكستين. يبقى كده. انت عندك واحد برايماري راكس. واحد برايماري بلفيني. فور سكندر راكس. فور سكندر بلفيني. ايت رو. تمان صفوف. لان كل واحدة من دي فيها صفين. بسكستين ليفلت. الارقام دي هتلاقي بيسأل عليها كتير. ايه الفكرة يا ولاد انا دايما نتخيل ان اكني حاطت تحت باطك كده كيس مية. فاول ما افرق على كيس المية دي تقوم نازلة. بالزبط كده ده اللي بيحصل. ان هي يا ولاد اهي. تمام? اول ما حالك تلمس. اه ده بيبقى سنستيف جدا. حساس جدا. تمام? فالوطر اللي هنا تهرب. تونيبارنجي تشو. فاكني حاطت هنا تحت ايه ده كيس مية. فاول ما فضي كيس المية ده ايه دك تقوم نازلة. بالزبط. فالشكل اللي بعد كده ده يقوم نازل كده. ده فضل المية خلاص. يوم الراكس نازل كده. خلاص? تمام? طيب. اه الاحساس ماشي تلاقي الوطر همترجع تاني. انا امكن فرقتوكو على فيديو في الحصة. على الموضوع ده لطيف جدا. ولادي ينبسطو بي يعني. تمام? فيرجع تاني تنتفخ تاني بعد ما الوطر ترجع لها. والمؤسر يمشي. اه بتستغل بص يا اولاد اه بريشار تريجور تريجور بريشار ده اللي هو الضغط اللي هعرف اسمه بالعرض. بس هو عمتا بتعتمد على ان هي فيها ووتر بتعمل بريشار فبتخليها كده في وضع كده في وضع واقف كده. ما فيش ووتر فبتخليها في وضع نايم كده. تمام? طيب في وضع يعني. النظرية دي اسمها ايه? انتفاخ الخلية. الخلية منتفخة. الخلية منتفخة. فتخلي السل واقفة على حيدها. الخلية مفضية مية تخلي السل تنام كده بالوضع ده. النظرية دي اسمها سلتر جدا دي. وهنا اكن البلفيني اللي هو ده عامل زي الجوينت. اللي هو جوينت يعني مفصل. اللي هو ده كده. وده اللي خلانا حرك ايدي كده اللي هو المفصل ده. بس هي عند البلانت اسمه بلفيني. يبقى انا عندي اسمه جوينت اللي بيساعد على حركة ايدي. لكن في البلانت اسمه بلفيني. فالبلفيني ها? هتنكمش. تمام? لانه اكسر حاساسية اللي هو الطبقة السفلية دي. طيب. وده بيقدي الواي. ما خلاص قلنا الكلام ده. عندي حاجة اسمها التروبيزم. التروبيزم اللي هي حركة البلانت ناحية مؤثر من غير ما انتقل من مكانه. يعني انا قدامي ميا هي. خلاص? اعوز ميا ارتدي اتحرق لها. دي كده اسمها موفمينت. لكن البلانت ما بيعملش كده. اعوز ميا. يقوم مادد الروتس وهو واقف في حيله. هو اتحرك لكن وهو ثبت في مكانه. الحركة مع الثبات في المكان اسمها التروبيزم. وطيب. الكرفيتشار ده بيكون في اتجاه تلات حاجات. ياما ووتر. بتسميها هيوميدي. او رطوبة. ياما جرافيتي. تمام? ياما ناحية اللايت. بتسميها فوتو. فالحركة في اتجاه اللايت اسمها فوتو تروبيزم. فوتو لايت باللاتن. هايدرو تروبيزم الحركة في اتجاه الووتر. جيو تروبيزم الحركة في اتجاه الارض او الجرافيتي. التجربة دي عمريا ما بنسأل عنا في الامتحاد. بالمناسبة. بس هو التجربة عشان توضح لك بنجيب بوكس. بروف بوكس. السندوق ده اسمه بروف بوكس. معتم تماما مع عدم الفتحة دي. بنخلي الضوء يخش من ناحية دي. خلاص? فبنلاقي الليف راحت له. الليف بالستم. لان اللي بتحرك هو الاستم مش الليف. والروف راحت العكس الاتجاه. وعشان كده بنسمي الاستم بوزيتف فوتو تروبيزم. بوزيتف يعني بتروح في اتجاه. والروف نيجاتيف فوتو تروبيزم. لما انه بيروح عكس اتجاه الضوء. طيب. عندي عالم يا ولاد دي بقى بيسأل عنا كتير. اسمه بويتسين جدس. جاب كليوبيتل. بص يا ولاد. البزرة او المبزرة. يعني لغاية هنا كده دي اسمها سيد. طلعت زيادة شوية اسمها سيدلينج. الحتة اللي طلعت دي بقى اسمها كليوبيتل. وانه بقول تاني. يعني دي كده اسمها سيد. بزرة. خلاص. ابتدت تنبت اسمها سيدلينج. خلاص. نبتت حبة. الحتة اللي فوق دي اسمها بيليوميلا. بيليوميلا او كليوبيتل. خلاص. طيب. الكوبيتل ده بيبقى وان الى تو ميلي تقريبا. حلو. طيب. لما جبنا اللايت من اتجاه كده. لقينا ان هي بتتحرك. ليه? اكتشفنا ان فيه هنا. هنا بس. اوكسنز. لما اللايت يجي من ناحية دي الاوكسنز تنمو في عكس الاتجاه. فيبتدي يتحرك الناحية دي. وهنا الاوكسنات تقل. طيب. لما اعطعت الحتة اللي فوق اللاية فيها الاوكسنز مش هيستجيب. الاوكسنز دي هرمونات نباتين. الاوكسنز دي هرمونات نباتين. واشهرهم ان دول اسيتيك اسم. طيب. ولما غطيته طيب ما هيكده الاكسنز اللي هنا ما ما وصلت لهاش فبرضو ما يستجبش. لما تقطع الحتة ما يستجبش. لانك شرت الحتة اللي فيها الاكسنز. الاكسنز بتبقى فوق بس يا ولادي. في الان تو ميلي دول. بتبقى هنا. فالله هوا يتجي من ناحية دي الاكسنات تهرب من ناحية دي كده. وتخلي ده ينمو في الاتجاه ده. طيب قطعت الحتة دي خالص ما نشرت الحتة اللي فيها اكسنات مش هينمو. ولا يستجيب للضوق اصلا. اهو ما استجبش ولما غطيته ما استجبش. طب حطيت مايكا. مايكا دي يا ولاد مادة تمنع وصول الاكسنز. فلو الله يتجي من الناحية دي الاكسنز المفروض تزل تنمو تساعد عن نمو ده. ما انا حطيت حاجة تمنع نزول الاكسنز. مش هينمو. طيب انا حطيت بقى المايكا في الاتجاه التاني. اما هو كده كده الاكسنات بتزيد في الاتجاه التاني. رص? فده هينمو ويميل. طب ولو جيلاتين الجيلاتين بيبقى فيه مادة بتعدي الاكسنز. فهينمو برضو. مستر مستر نعم يا ابني. لأ قول تاني. اهو حاضر. هنا الاكسنات بتبقى هنا اولا. هي اللي بتخلي البلانت يميل يمين او شميل. حلو? حلو. لما قطعت الجزء اللي فيه اكسنات مش هتتحرك. طب لما غطيته منعت عنه الشمس برضو ما بتتملش ولا يمين ولا شمال. حتى لو جبنا اللايت من اتجاه واحد. طب. لما حطيت مايكا هنا ما الاكسنات مش هتنزل هنا. ومفروض الجزء اللي بينمو هو عكس اتجاه الضوء. يعني لو سميت ده ايه? الجنب ده بيه? مفروض اللي بي بينمو. طب انا منعت نزول الاكسنات للجنب بيه. فمش هتنمو. طيب ما الحتة دي مفتوحة هي. هينمو ويتحرك. لان المايكا حطيت عكس الاتجاه. المايكا متعديش الاكسنات. لكن الجيلاتين يعديها. فهايعدي هنا. طيب. اهي يا ولاد. اللايت لما طول ما هو جاي من هنا الاكسنات منتشرة في كل حتة. بتزيد من هنا وبتزيد من هنا. لو الجنب ايه? والجنب بيه. طيب. لما خليت اللايت يجي من الناحية دي الاكسنات هربت وراحت للناحية دي. فالسلزة دي بتتميلي مية وتميلي الناحية دي. هبص. بص السلة دي بقت اكبر من دي ازاي? بص السلة دي بقت اكبر من دي ازاي? بص السلة دي اكبر من دي ازاي? بسبب زيادة الاكسنات في الجانب البعيد عن اللايت. فلما دي بتتنمو قوي بتكبر ان هو يميل في الاتجاه ده. لان دي لا تنمو بسرعة. طيب. في انت بقى اثبت ايه? ان لو اللايك جاي من كل ناحية هتلاقي هنا وففتي برسنت اكسنات واكسنات. لكن لما بتيجي من ناحية واحدة بتلاقي هنا سكستي فايف وهنا سيرتي فايف. لايت بيجي من ناحية دي. الاكسنات بتزيد عكس اتجاه الايت. الاكسنات بتزيد عكس اتجاه الايت. وفي نفس اتجاه الجرافتي والووتر. تاني الاكسنات بتزيد عكس اتجاه الايت. وفي نفس اتجاه الووتر والجرافتي. الاكسنات بتزيد عكس اتجاه الايت. وفي نفس الاتجاه. طيب. في حاجة عاوزة اشرحها بقى اولاد ادي. اللي فوق ده الاستيم. واللي تحت ده روت. الاستيم عربية بي ام. الاستيم عربية بي ام. الاستيم عربية بي ام. طبعا انت لو اللايج جاي من ناحية دي. فالاكسينات ادي ايه? وهي دي بي. فالاكسينات هتزيد في الجنب ايه كله? سواء في الروت او الاستيم. اللي هو الاكسينات بتزيد عكس اتجاه اللايج. وبتزيد في نفس اتجاه الجرافتي والووتر. عكس اللايج. وفي نفس اتجاه الجرافتي والووتر. طيب. عكس اتجاه اللايج يبقى ايه? هتزيد في ايه? طيب. العربية البي ام تجبس لها بنزين تطير. مطرها قوي. كل ما تجبس لها بنزين تطير. اللي استيم زي العربية البي ام. الاكسينات لما زادت هنا ساعدت ان الجنب ايه? ينمو اكتر من بي. فالجنب ايه لما هيزيد هينمو كده. لكن ده نمو ضعيف هيبقى كده. فهيبقى الاتجاه بتاع النمو كده. الروت عربية سيت. لما تجبس للعربية سيت اللي هيا السغيرة دي بنزين المطور يشرق والعربية تقف خالص. يبقى في العربية البيئمة تجبس بنزين العربية تطير. فالنمو تزيد. لكن العربية سيت لما تجبس لها بنزين وتزود لها البنزين خلاص توقف. صح. ففعلا لما تزود اكسينات في الجنب ده يعمل انهبشن. زي العربية السيت بالزبط. تجبس لها بنزين توقف مش تمشي. ما تستعملش تشرق. لكن العربية البيئمة تزود لها بنزين تزيد. فلما زودت الاكسينات هنا نمى. لكن لما زودت هنا الاكسينات في الجنب ايه? وقف ان الجنب ايه? لكن الجنب بيه لسه بينمو. فتخلي ده positive light. وده negative ناحية ال light. وده الاجابات اهي لازم تحفظها. السؤال ده مهم جدا بيجي في المتحنات كتير. كجيف ريزون. اوسع عشان لو تعمله سكينشوت. بيجي كتير. الله ما بلغت. الجرافتي نفس الكلام. بسي العكس بقى. ده اهي. الاكسينات بتزيد في نفس اتجاه الجرافتي. يعني الاكسينات هتزيد هنا. فلو ده stem. وده root. الاستيم عربية بام. زودت الاكسينات في الجنب ايه? فينمو. اهو. فيخلي استيم يبعد عن الارض. لكن هنا الroot عربية ايوة. عربية سيت. فالجنب ايه? هيتوقف عن نمو. لكن لسه الجنب بيه لوه اللي فوق بينمو. فتنزل لتحت. ده ملخص الجيوتروباسم. يلا. وده الاجابة ايه. يلا نحل. الكمبر دي اعمل لك سكينشوت ليه. يلا عمل عشان دي مهم ما هتلاقي قابلك كتير في الامتحانات. وحتى هستخدمها كتير في الاسئلة اللي وراء يا ولد. يلا اول سؤال. زود الجراف اه طبعا الغوريلا هي اعلى حاجة. لان الغوريلا زينا بالزبط. فهي اعلى حاجة. فالغوريلا المفروض تكون اعلى حاجة. يبقى الغوريلا دي واي. تمام? يبقى دي واي. واي دي اللازم تبقى في النص. يبقى الغوريلا لازم في النص. يعني ده ينفع وده ينفع. قشتب على ده. واشتب على ده. طيب. اه الاكتوبوس اقل واحد لا. السانفلاور هي اللي بتبقى اللي واحدة. يبقى هي اللي جابة دي. السامفلاور اعقل حاجة هي دي. اللي اكتبوا السوسط لانه حيوان بس مش راكي. انويتش في زفالونج ليفت في ميموزا ديفيرج. ديفيرج يعني عمل الكتس. لما تقرب يبقى دي حصلها تتش. تبعد يبقى المياه رجعت لها. قربت يبقى المياه هربت منها. كده يبقى المياه رجعت لها. فالكيس اللي تحت باطي الكيس اللي تحت باطيت ملو. فانا بقيت عامل كده. الورق بتاعي بعد عن بعضه. اهي. بدل بعد عن بعضه يبقى المكان ده اتملا بالوطر. زي وطر دخلت الى طيب. ده هينمو? لا. يبقى اي حاجة فيها واحد غلط. اهي. مفيش غير. طيب. ده هينمو? ده متغطي بايه? الاجار لا الاجار هينقل. يبقى ده هيعدي. لكن ده ما يعديش غدر. ما يعدي ما ما ينقلش حاجة. ده متغطي لا. متغطي بسوي. مش هيستجيب. ده عادي هيستجيب. ده متغطي بمايك يبقى مش هيستجيب. ده اصلا مفيش هنا يبقى بس ايه? اجار. لا ده هيستجيب. ليه هيستجيب? لانه صحيح. احنا شايلين لفوق. لكن ده الاجار ده بيكون انا حق مالي بجيلاتين في اه يعني فيه اكسينات. الجيلاتين فيه اكسينات. في هيان معادي. طيب. اي حق تو سري. تو سري غلط. انا اقل سري ما فيهاش عشان ده بلاك يبقى دي غلط. طو فور طو فور صح. ماشي. طيب سري غلط احنا بنسيوه صحيح. موديل اللي هو ما علوش اي حاجة اهو. فيش اي حاجة. ولا تقطع ولا حطينا حاجة ولا شنا حاجة هو نمبر فور. نمبر فور. مين اللي هيتحرك ناحية الضوء? اللي محتوط عليهم صح. تمام? وده اللي المكان مو برضو. ماشي. اللي محتوط صح اللي هو تو سري. لان وان غلط. عمر ما يستجيب. وسري غلط. لأ سيبك سري. فايف غلط قوي يعني عشان مايك. اي حاجة فيها وان وفايف غلط. عجبني السؤال ده. جدا كمان. زوجت فيجر شو حطيته في درك. لما تحطه في درك يبقى مفيش هيجي من اي ناحية. لكن بص بقى تحدى. فالاكسينات درك يعني الاكسينات مش هتيجي من ناحية. هتنمو من تحت الاكسينات كده كده يا ولاد شغالة. خلاص? فالاكسينات هتيجي تنزل هنا ده مش هينمو. الاكسينات تيجي تنزل هنا فده هينمو. فلما ده ينمو الجنب ايه? ينمو اكتر من بيه فالبلانت يعمل كده. اصل الاكسينات هتيجي تنزل من هنا هتنزل. فده هينمو. الاكسينات تيجي تنزل من هنا. انا حاطت متل او مايكا. ما اقول متل والمايكا حاجة واحد. فالجنب بيه مش هينمو. فلما ده ينمو اكتر من ده يميل عكس الاتجاه. تمام? يبقى لإجابة دي. حلو السؤال. حلو قوي كمان. عاوز حد فاهم يعني. احنا قلنا قبل كده ان الاكسينات بتزيد عكس اتجاه لايت وفي نفس اتجاه الجرافتي والووتر. الجرافتي التحت. طب اني في دول بيعبر عن ان الاكسينات زادت تحت. او ده بس. اهو. لكن ده اقل من ده. ده اقل من ده. ده قد ده. لا. هو الاجابة دي. مهم جدا للسنسيشن. مش مرتبط بالسنسيشن الموفمنت. ولون انا معطرد على السؤال ده. تلو ما حسيتش مش هتتحرك. سماشي. ده لان انت لو ما عندكش اعصاب في رجلك مش هتمشي. اللي بيجي له مش هلل بيجي له مش هلل الاعصاب في مشكلة. قس يعني مش عارف اه المعاصل الساعد كده بتهرب منه. ويتشوف زا فاولوا الكاراكتر سنسيشن ان بين بلانت تو زاد سبايدر. ال ال بين لو قناب هان عنده اقل من سنسيشن ولا اكتر سنسيشن. بص يا ولاد انا انا قلتلك قبل كده بدل فيه اجابتين عكس بعض. فالاجابة فيهم. طبعا هو عنده اقل. طبعا اقل. طيب. سنسيشن موجود في بعض الانواع بس كل النباتات عندها سنسيشن. العبارة دي غلط. سنسيشن انزا بلانت بيقل وانزا بلانت بيكون كومبريكتر لا بالعكس. كل ما النباتات بيكون اكتر كومبريكتر بيبقى اكتر سنسيشن. سنسيشن انزا بلانت بيعتمد على اكسترنال والانترنال فاكتور صح. الاكسترنال وهي اللايتز. التاتش. الووتر. اللي هو يعني. والجرافتي اللي هو اه الجرافتي ماشي. اللي هو جيوتوربزم الارض. اما الانترنال بيعتمد على الاكسنز والووتر. زيادة او نقص الووتر. يبقى اللي جابة سي. what happens to the cell of the lower surface of بالفيني. اهي. يبقى الووتر انسايد انكريز. الشمس يتغيب البلفيني فضي مية. يبقى دي كريز. دي بالليل فين? دي بالليل ودي بالنهار. الصوت ملهوش دعوة اصلا. كل كل كلامنا في البلفيني كان عن الووتر. ايه اللي جوينت? البلفيني. عنا لسا ايه لها? البلفيني اكنه جوينت. مفصل. طيب. اه على فكرة الحكاية دي حقيقة. بعد انواع زي البسل يا ولاد بيطلع منها حاجة اسمها تندرل. تمام? بيبتدي يلف حوالين اي جزم صلب. اول ما يحس بي بالتاتش. يبقى المؤسر هنا نطتش. اه. واتزا بيولشكة البروسيس ذات اكسبرس زا فلاورز بومينج زا سام بلاينز. دي عند نايت. سنسيشن? الاحساس بالليل وبالنهار سنسيشن? احنا قلنا يا اولاد عندنا تمانية رو سكستين ليفلت. وان برايماري بلفني. بلفيني. وان برايماري راكس. فور سكندر بلفيني. فور سكندر راكس. المعلومة كلها هتلاقيها في تيبل كده في البوكلت. عشان خطر يحفظها. لانه مضيب ضمن الاسئلة الواضحة ايه. تماني يا رو. مالهوش دعوة بالسنسيشن. الليفلت ليه علاق. البلفيني ليه علاق. اما ليه الملوق ما جبت السيمتو لستيم. السيم كانش ليه اي علاقة. لو ان لو عاوز تسأل احمد. تمام? السؤال غلط. لان الميموزة بيستجيب برضو للووتر وآآ للجرافتي وآآ يبقى بيستعقدم استيم. هنا لما اتكلم عالميموزة كان بيكلم عالتاتش بس. يعني كان لازم هنا تتو تاتش سينسيشن. لكن الميموزة زي اي نبات الاستيم عنده بيحس. انا قلت لكم بكده ان المعاصر كان يعني فيه كلمات لازم كان نزودة في السؤال عشان يبقى السؤال اوضح من كده. طيب. كان فيه ووتر المية هربت وبعد كده رجعت. يبقى من وي لزد ده ايه? ده كانت في مرحلة السليب. انا في دول في مرحلة السليب هي دي. طولي طم دي لا يهانم. لا يا باشر. لا يهانم. دي كان نصها ونصها. لكن دي في مرحلة السليب تماما. اه طبعا بتتأثر من والحاجات دي. كانت من تريد سرو اجار? لا بتعدي من خلال الاجاق. يبقى هي دي المعلومة الخطأ. البقى صح. وانتشوف زفان وانتقول لي ازاي مستر السؤال رقم اتنين بعدين تمنتاشر ده الترتيب القديم حسب الفين عشرين تلاتة وعشرين. لكن انا مرتبه حسب عشرين اربعة وعشرين. نفس السؤال بس هم مغيرين ترتيبه. ما عشر عشان يحلل الارشين ويخليك لما انت تفتح الارشين تلاقيه مختلف عشرين مبارشين تحس المختلف. لا والله هي الاسئلة مكرر. بس جايب رقم اتنين رقم سبعة ورقم سبعة رقم خمستاشر عشان يحلل الاربعين جنيه. بس هو على الفكرة اللي جابه هو هو. نفس النسخة يمكن سؤال زي ده ولا حاجة. مش ده اللي يخلينا اشتري كتاب جديد يعني. بتزيد في الروت بتؤدي الى اكتفيشن غالط. ده لما بتزيد الروت عربية سيئة. لما بتزيد بتؤدي انهيبشن. وينزير كونسنترشن دي كريز انزا ستيم بيؤدي الى الستوب. غلط برضو. ومش لدرجة استوب. زي ار نوت افكتد باي اكسترنا الغلط طبعا. بتتنقل من فوق لتحت صح. صح. احنا طلعنا اللي جابه الاسف يا. وجود الاوكسنز بيؤدي دايما الى غلط. لان في الروت ما بيعملش كده. بتؤدي الانهيبشن. غلط. لان في الاستيم ما بتعملش كده. مش متصلة بالجروس في السيل. غلط. ده اللي بتساعد على الجروس في السيل. فكتوف اوكسنز جروس ديفير حسب الصيد صح. لانها بتزود النمو في الاستيم. وتقال نمو في الروت. اللايج جاي من الناحية دي هندسة. اكتر حاجة هتزيد نموها ايه? اولا الاكسنات بتزيد من بتتحرك من فوق لتحت يا ولاد. فاكتر حاجة. وبدل جاي النحية دي يبقى في زد. احنا قلنا الاكسنات بتزيد في الجنب ده. يعني دي غلط ودي غلط. بدل لايج جاي من الناحية دي الاكسنات بتزيد عكس التجاه. يبقى في يا واي وزد. وبيبقى في زد اكتر لان اصلا الاكسنات بتحرك من فوق لتحت. زد. دي مقطوع يبقى مش هتتأثر بالضوق اصلا. يبقى دي غلط. ودي غلط. ودي عليها يبقى مش هتتأثر بالضوق. يبقى دي غلط. تمام? ودي غلط. تمام? يبقى الاجابة. دي فيها غلطة ودي فيها غلطتين ودي فيها غلطة. نجابة بيه. which of the following illustrate the effect of high concentration of oxins? بتزود. الروت غلط. increase elongation of root and stem غلط. decrease elongation of stem غلط. انهيبشن او elongation of root صح. الروت عربية سيت. تزود الاكسنات نمو وهيقف. الاستم عربية بي ام. زود الاكسنات ان مو يزيد. اللايك جاي من النحيات دي بعد ما كانت ميلة النحيات دي. فالاول تبتدي تاخد الوضع ده. وبعد كده تميل في الوضع اللي بعدها. مش عارف حتى السؤال ملهوش معنا هيا. ماشي. a ground plant is exposed to light from one side for period of time. which graph represents the growth of the cell that away from light in the stem of this plant. rate of the cell. والاكسنات. ماشي. اه بيسأل على ايه? الا ground swiss. away of the light of the stem. احنا هلنا السل البعيدة هي اللي بتزيد. كل ما تبعد عن. light النمو يزيد. يبقى العلاقة direct ايه دي. لكن لو في نفس الاتجاه. opposite. inverse. ايه? ويتو بزا فقالهم كزا. inhibition ازاي? دي دي بتزيد ايه? يعني inhibition ازاي? احنا عاوزين حاجة اسمها activation. يعني دي كده inhibition ازاي? ما بتنموه هزا الفول. glass يعني بتعدي light عادي. يعني لكنه مالهوش وجود. يبقى ها هاتميه ناحية light عادي. لان دي جلس. عارف لو كان قالك black. قلت لك اه صح اجابتك صح. مش هتستجيب. ماشي. الاكسنز بتشتغل في نفس الاتجاه غلط. هو بيقول لك تأثير الاكسينات في اللايت زي تأثير في جيوتوبرزم? لا. الاكسينات بتزيد عكس اتجاه اللايت وفي نفس اتجاه جيوتروبيزم. فدي غلط. اكسينات يعني اولا هو ايه للبوكس ده. اه مش مقفول ولا معتم ولا ولا. سؤال ده انا اطلع لك اجابته. بس انا مش مقتنع بيها. لان هنا مش مش ايه لك الصندوق معتم ولا glass ولا ايه. فيعتبر انا من رأيي السؤال غلط. كان لازم يقول لك. لانه لو معتم هيفضل كده. هينمو في الاتجاه ده. ولو في فتحة هنا يبقى هينمو كده. هو مش محدد على فكرة. هتعرف انت منين مش عارف. بيقول لك لو في ايه اللي تحرك في الظلمة? ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلات اربعة خمسة. ودي السادس. بس ات. واحد اتنين تلات اربعة خمسة. وده السادس. from the opposite figure. what is do you expect? جيلاتين في اوكسنز. جيلاتين مفوش اوكسنز. ده عمرو ما يتحرك. one bending والليفلت وهويل مش هيميل. اه دي صح. تو هيميل. تي عمرو ما هيميل لان ده مفوش اوكسنز. ده عمرو ما يتحرك اصلا. فدي كده كده غلط. هتحركوا مع بعض غلط. لان ده مش هتحرك اصلا. ده مفوش اوكسنز. غلط. ايه دي الوحيدة اللي صح. طوله انا عارف هيتحرك مين ولا شمال ازاي? او الوحيد اللي هتحرك. او ايه. اللي بعيد عن الضوء برضو هتزيد. ما هي دي? هي دي نفس اللي جابة. طيب. جاي من اللايت. جاي من الليمين. بدل جاي من الليمين. يبقى الاكسنزات هتزيد في العكس الاتجاه. يبقى الاجابة ايه? اه دي مش عارف اه اقول لكم على حاجة انا انا اسف انا مش عارف الفقر بين دي و بين دي. هو طبعا دي اوضح انها تطلع في اتجاه عمودي تماما. لكن طب ما دي يعني دي في بداية المرحلة. هو عملها بيه بس ما. يعني ما جيبش سيم قدام بيه. لعلى الفكرة دي مش غالب. والله دي مغالب. اه غريب يعني بصراحة. بس ماشي. بس طبعا دي غلط ودي غلط. لان هو مش هيمشي في ده بيمشي عكس اتجاه الجرافيدي وده بيمشي في اتجاه الجرافيدي. ماشي. دي اسئلة هتطلع لك اوسع لك كده وتبتديه. تظهر. اه دي هنرجع تاني للاسئلة دي اولاد. اسئلة للاسكية يعني. انزيز اكزوني بروف اوكسنز رول بلاد. هو عماتل لما تزود الاستيم هيزيد والروت هيقل. الاستيم هيزيد. دي صح. والروت هيقل. دي صح برضه. لان العربية بيقاموا زيتهم مني. يبقى الاجابة دي. دي. هتسيبها شوية وبعد كده هتخليها تتحرك ناحية اللايت. فيبقى الاجابة لما يت. دي. لا مش دي. 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 دي انت طول الوقت بتلفها. فالاكسنات ولا هتتحرك يمين ولا هتتحرك شمال. فيفضل على الوضعية دي. دي نفس الكلام. نفس الكلام. بتلف طول الوقت. فالاكسنات هتتحرك يمين ولا شمال. فيبقى دي. الاكسنات لما تزيد في الروت هيبتدي يقل النمو. لما تزيد في الاستيم هيبتدي النمو يزيد. يبقى اي دا روت وبي استيم. خلاص ماشي. ارجو ان يكون ولادي فهموا الحصة. وارجو ان يكونوا استفدتم من الحصة. وكل صورة طيبين يا حبيبي. واتمنى لكم اي حد عنده سؤال يا ولادي يبعتلي. يا بعتولة لو انت عندي في السنتر هحلالك قبل الحصة. لو انت عندي في الانلاين ابعتلي السؤال على الانلاين. ولو انت مش هنا وهنا قدي تليفون اهو. انا تحت امرك. انت مش عندي. انا عناية ليك. انت في الاخر حد من ولدنا يعني. كلكم ولدنا يعني. خلاص. ما بناخرش عن حد علمي الحمد لله. لان الواحد هيتحاسب على ده. ده تليفوني لو انت مش عارفه بعتلي على الواتس. لان لو تليفون رقم مش عندي في الغالي مش برد عليه. بعتلي على الواتس. وما تقوليش انت مين. قل لي السؤال وخلاص. كل صون طيبين يا حبيبي. وارجو ان يكون لو في حاجة ما وضحتش ليكو. قل لي وانا والله العظيمة حلا في السؤال الحسة اللي بعدها. قل صون طيبين يا حبيبي بالنسبة الرمضان. واتمنى لكم كل خير وسعادة. وربنا يغفل لكم كل زنوبكم ان شاء الله رمضان ده. حافظوا على شوية قرآن كده ان شاء الله صفحة. حافظ على الصلاة على قد ما تقدر لو انت مش محافظة على الصلاة. يعني اتعشن في ربنا سبحانه وتعالى ان يغفل لك بناء على انك هتخطو خطوة في اتجاهه. يمكن ربنا يقربك لي وتبقى في رحابة. كل صون طيبين يا حبيبي. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. سلام عليكم.